إذا عندك حب رشاد في الدار عندك كنز خليك معي للآخر تشوفي فاش غيفيدك وفاش غا تستخدمي استعمالات مدهي شوفه وإذ عظيمة غاديهنكم من أصعب المشاكل في هذا البرد هذا خليكم معي للآخر باش تكتشفوها وتكتشفو كذلك شكول يمنوع علي حب رشاد ويلا نبدأ وعلى بركة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدي الكرام مرحبا بكم في هذه الحصة جديدة فيديو جديد وموضوع جديد بإذن الله اليوم تشوفوا معي موضوعنا على حب رشاد خليكم معي للآخر وكنشكركم بزا بزا فعل المتابعة ما تنسونيش بلايك والبرداج وكنتمنى لكم فرجة ممتعة غادي نبدأ وبلسمن الله على بركة الله كما كتشفو معي هدا هو حب رشاد كما كتشفو الجميع را كيعرفو غادي نحاول أني نقربو لكم بالنسبة لهذا حب رشاد هدا أول حاجة غادي تتعرفو معي على أهم الفوائد العظيم ديالو ومن بعد غا تشوفوا معي استعمالات متنوعة وشكون كذلك لمنوع لي حب رشاد نبدأ اول حاجة نتعرفو على هاد حبرشاد هادا انه سبحان الله غني بالعديد ديل الفيتامينات وغني كذلك بالعديد ديل المعادين بينهم الحديد والكالسيوم والفوسفور يعني سبحان الله هاد الحبرشاد هادا ضروري يكون عندكم في هاد البرد هادا لانه غدي يفيدكم بثاف خانته غدي ين machen اضعوه معي انه رائع ومفيد بالاخرآخص فهدا التهاب ديل المفاصل والامراض ديالروماتيزم يعني أشبارنا السلطة يعني مع هاد المشكل هادا مع لي هاد اولا يتاعنوا عالا حبرشاد ولكن بالطريقة الصحيحة اللي غتشف من عي في اخر فيديو وكذلك انه جيد حتى الناس اللي عندهم الناس اللي عندهم الان اسفل الظهر و الان ركبتين يعني هاد قاعد الان ديل برودة فهد البرد هادا و اللي كيبردوا لي هادا يمكنكيل معالين على أطراف واليدين والرجلين معليهم إلا يدوموا على حب رشاد وكذلك انه سبحان الله جيد حتى لأنهم فقر الدم يعني الناس outward يدوموا على حبي رشاد وكذلك انه رائع للناس عندهم حشاشة العظام يعني الناس عندهم ذا حشاشة العظام مالكم إلا بحب برشاد وكذلك أنه جيد ورائع للناس اللي عندهم وشكل ديال التعب والإرهاق وشيدير وشي جهد كبير يعني في الخدمة ديالهم أو في البيت ديالهم أنه كيعوض الجسم على دك التعب اليومي ودك الجهد اليومي فاش كتتاخدوا حب برشاد يعني كتتعوضوا على دك شي كامل سبحان الله وكتحسوا يعني بوحدة الراحة جسمانية من بين كذلك الفوائد دياله أنه يعني كالجسم هكا إلا تعرض لشي تسمم غدائي معلكم إلا بحب برشاد لأنه جيد بزاف وكينقي وكيصفي الجسم من السمم وكذلك جيد حتى الناس اللي لا يستر لقدر الله تعرضوا لترس شي واحد هكا ولا أنا بسرعة كيتجبروا هدي من زمان كانوا لأبادينا كي يعني كينصحوا بحب برشاد للناس اللي عندهم هد المشكل هدا لأنه بسرعة الإنسان كيبره وكذلك جيد حتى الجهاز الهضمة يعني الناس اللي عندهم مشكلة سؤلها دم عليهم إلا استخدموا حب برشاد لأنه واحد سبحان الله يعني جيد جدا للجهاز الهضمة وكذلك جيد حتى الناس اللي عندهم الربو والحساسية ديقتنفس يعني وسعى الحاد الناس اللي عندهم مشكلة لك حب دابا في هذا البرد هدا معلكم إلا بحب برشاد لأنه سلاح قوي سبحان الله ولكن استعمله بالطريقة الصحيحة وكذلك حب برشاد أنه تعتبر من فواتح الشهية يعني الناس اللي عندهم شهية مستودة معليهم إلا يسخدموا حب برشاد ورائع كذلك حتى الديدان يعني طاري للديدان سوف تشوفوا معي الطريقة المعتادة ونكملوا الفوائد العظيمة وتشوفوا معي كذلك وصفات أخرى وستعمالات أخرى بالنسبة للطريقة المعتادة أننا كنجيبوا واحد نصف معلقة أو لاربع معلقة صغيرة هذه الحب برشاد كننقي وهو كنغسلوها غين نصف معلقة صغيرة كما تشوفوا معي هذه في كاس كبير شوية دي الحليب صافي كتغسلوها وكتشتها تدعوها في هذا الكاس هذا اللي بغي وضحامها الحليب مباشرة فش يكون الحليب فوق النار واللي بغي يدير هات طريقة يعني بجوج راسها هات بعد ما درسدها في الكاس غنخوي لها حليب غليان ولكم الاختيار فتح لي ممكن تشربوه حقا ممكن تطيفو له العسل يعني هذي الوصفة هذي يعني من زمان وحنا كنستخدمها سبحان الله في البرتب الأخاص والناس اللي عندهم ألم دي للدورة الشهرية العيالات اللي كيكونوا ولدو يعني في اساس كنعطيوهم هذي المشروب هذي هذي المشروب هذي راسيحري وخا يعني معروف عند الجميع كنين كنين بناس ديال دا بل ما يعني ما كيديوهاش في حب برشاد معليكم إلا تستخدموه مع الحليب لأنه فعال وغديتشوفوا معي وصفات أخرى بإذن الله في هذا الفيديو هذي كيما لكيكم هذي الحب برشاد هذي هذي المشروب هذي عنده فوائد عظيمة بالأخص كذلك المرأة المرضى لأنه مدير للحليب وكذلك جيد حتى المرأة اللي مثلا كيبقالها أسبوع التولد معليها إلا تستخدم حب برشاد لأنه بإذن الله كيسهل عليها الولادة وكذلك أنه جيد حتى الناس اللي عندهم الإمساك وأنه كيقوي الداكرة يعني بزاف دي الفوائد العظيمة اللي كينا عند هذي حب برشاد مهم أنا اتطرقت لكم الأهم الفوائد العظيمة ديالو بالنسبة للشكون اللي ممنوع عليه هذي حب برشاد هذا أنهم يخدوش منوع الناس اللي عندهم التغط الملخفض وكذلك اللي كيهبط لهم يعني للطنسيون وبالنسبة كذلك منوع للمرأة الحاملة في الأشهر الأولى يعني ما أخصراش تستخدمو وكذلك منوع الناس اللي عندهم دك يعني التبول بكترة يعني لأنه هو مدير للبول الناس اللي كيخدموا الشيشة أخدو ديك الأدوية اللي عندهم يبول بكترة ما عليهم شي مخصوم شي يخدوه هذو هما الناس اللي منوع لهم هم دي بغندوزو الباقي الوصفات بالنسبة ل هذو وصفة هذي بعد ما كتغطيوها يعني كالدفاء كتشربوها بسحتكم وراحتكم إلا دومتو عليها غير أسبوع يعني قلو وداع الألام أسفل الظهر والوداع للروماتزم والمفاصيل وكل شي يعني ولكن باختصار يعني هذو حب برشاد هذا يخصو يكون مع التوابل يعني فيما بيتو تديروا شي حاساء أو لأي حاجة بالنسبة الوصفة الثانية أنكم كتاخدو هذي حب برشاد كتتتوضعوه فحل آنية مع الحليب بعد ما كيغلي يعني كتضيفو لي مباشرة هذيك البيضة بعد تحريك المستمر واحد ربعات دقائق بسرعة بغيتو تخليه خفيف كتشربو ديك الساعة السيدة بغيتو تخليوه تقالمو من لكم الاختيار كتتضيفو لي هالعسل ولا الملحة وشويد الأبزار ومكل واحد ودق دياله كنديرو للمرأة بالنسبة لنا سيطلق لنا هذي المادة اللازجة اللي كتكون فيه هي اللي مفيدة لنا فاش كيتنفخها برشاد وكيتلقها يعني هذي هي اللي مفيدة لنا بسهل صحة ديالنا بالنسبة هذي الوصفات كدلك اللي كيديرها يقولها ليا هذي اللي كتديروا بالبيض اللي زي ما عندهم هذي العادة في المنطقة ديالهم حتى لي بتعاليك وبالنسبة الباقي الوصفات انكم تديرو في الحساء في الحريرة في الحسوة في المسمن ديال الباصل مع يعني تنجيبو ديكبصلة خدارية وبصلة الحمراء كنقرضوهم وكننديروهم مع حب برشاد ومع يعني دكشي كامل رائع وكتعمرو بخبزة ولمسمنة وكتديروها في هذي البرد هذي غتنفعكم بزاف وكذلك بالنسبة الواحد اللي عشبا غنوريها لكم راديجة تقسمتها معكم إلا بغيتوها في القناة هذي اللي كتكون هي بحل الخزامة يعني كتكون في الخلاة معروفة والوريدة ديالها يعني كتكون بالموف هذي كتحيدوها وكتاخدوها يعني وكتبسوها بحل الزعتر وكتحتفظو بها فهذا المقيت هذي ديال البرد رغتنفعكم بزاف الألم أسفل الظهر أما بالنسبة للبصل فاش كتقصو كما قلت لكم راكتتتعملو مع هذي حب الرشاد ومع هذي العشبة اللي غادي تشوفوا معايا دابا هذي فين معجنتو الخبز يعني 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 الناس اللي كيعكزو وما كيبعوش يديرو خبزة خاصة قو تحيدو خبزة ملعجين وديروها بهذا الوصفة هذي تجيكم سهلة وتجيكم رائعة وغا تفيدكم بإذن الله بالأخص النساء اللي عندهم مشكل ديالآلم أسفل الظهر هذي هي العشبة كانتمنى فعلا تفيدكم بإذن الله وكانتمنى تستفيدون من هذي الوصفة اللي اعطيتكم ديروها ودوموا عليها وبإذن الله غادي اتحنوا مشكل ديالآلم أسفل الظهر بالإسم ديال العشبة الكحيلة يعني الكحيلة هذه معروف نحن عدنا به الاسم هذا في الأطلس يعني كتاخذوها راكينا تكون هكا في المناطق الجبالية كتحيدوها وكتكون خضرة كتيب سوى حال شكل زعتر وكتحت عبد براء كتبقى معكم على طول السنة ستكون دوى ديال برد ديال بإذن الله يوحب رشاد كنتمنى فعلا نكون فتكم ودولة اللي بغدت تعرفوا عليها راها في القناة تتمنى فعلا هد الفيديو يكون خيف دريف على قلوبكم هناك يكون الفيديو ديال نسلة لكن تتمنى هد الحصة تكون استفتوا منها ما تنسوش بط جيو مع الأهل والحب ديالكم باش الفائدة كذلك تعم مو جد والأجر بإذن الله وحب رشاد مع لكم إلا تستعملوا يعني بنظام ماشي يعني بكترة يعني ضروري هو تبقى ترشو بيغل وصفتها كاتر شو باي حاجة أنا كان نأكد عليكم في آخر الفيديو ما تكتروش منه باش تستفدوا منه سنتمنى فعلا نكون فتكم وكشكركم بزي زي زي عن المشاهدة وللمزيد من فوائل الأعشاب ووصفات أخرى فعالة ومجربة وحيالوا أفكار لتسهل عليكم حيثكم يوميا معلكم إلا بالنضمام للقناة والشرك وتفعل الجرس بجائما توصلوا بكل جديد وانتظروا الجديد وإلى حسة قادمة بإذن الله مع وصفة جديدة أو نصيحة جديدة مع خديجة وشكرا على المتابعة مع السلامة